السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان فلاكسيري ده متز جدا هو يوضح لك LD ده هنا مصفوفة سهلة جدا هنا بيشرح لي فكرة ال LD وهنا ده المصفوفة اللي أتكلم عليها هنا بيقول لي مثلا ان انت عندك LD 100-200-300-350-400-500 كل واحدة في يوم بنحط بعض المعلومات والمرحلة اللي بعدها ونتوافق عليها نبدأ نخش في المرحلة اللي بعدها يعني اول في الليوديمية بيبدأ أحط بعض الحاجات الأساسية وما بحطش الأحجام يعني هرسل مثلا كولوم ما بكتبش الأبعاد بتاعته ولا بقول لحد إيه انا رسم مربع بحد انا بس عايزك تقول لنا موفق على كونسة يعني مثلا مسجد ونحط كاي أعمدة هل انت موفق الأعمدة ولا هل انت موفق الأعمدة والشغل بنظام ما كونش فيه أعمدة حطت بعض المكان بيش اقول لك ده مش مطلوب مني غير بس ان احط الكنسة بتاع الفكرة نفسها كوماتيك ديزاين المثلوب من كونسة بقى الجمهة تبقى اللوني بقى الجمهة موفق الأعمدة تبقى الجمهة المثلين التلتمية تعمل لوح جميع انه تكون موجودة وزي ما موجودة في اللو دينتين بس منبدأ بقى نضيف عليها بعض المعلومات وما فيش اي مانع من كل مراحل تضيف الانفروميشن على العنصر حسب اللو دي الـ 350 بيعتبر هو وصف بين 300 و 400 400 أصلا عبارة عن أنا بحط حاجات خاصة بالتركيب والفابريكيشن والعزل وبعض المعلومات الإضافية فلازم لص الحاجات دي تحطها في 650 وفي بعضها بمحطف روح مية ده حسب الكود اللي تفرق الـ 500 ده بيبهو ده الـ Aspilt فتكون خلاص كده كل شر خلص وبتحط نفس المعلومات اللي تركبت في الموقع تمام طيب لو جينا هنا بيلاقي كل المعاصر موجودة في المشروع تقدر تضيف لو انت حاس ان في حاجة إضافية أو تشيل لو انت حاسة عنصر مش عندك هنا مثلا الـ Substructure تحته Standard Foundation تحته والفابريكيشن فحنبدو نحن نسلم الحاجات دي 3D ولأة و 2D ولأة وسبسكيشن ممكن نحسلمها 2D وسبسكيشن بس بشعر 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 هحط العنصر ده 3D أو ممكن نحطها سبسكيشن بس أو ممكن نحطها 3D ونحط المعلومات موجودة فيها تمام؟ في كل مرحلة مراحلة التشغيل بنعمل فيها الفكرة ديت تمام بحيث ان احنا لما نجي نسلم مشروع نشوف هل فعلا الاتفان عليه السلم أو لا وفي اخر مشروع بنتأكد بقى هقولنا ان نحن نسلم الحاجة ديت انا اقول مثلا τηνشقة سوف نعمل 3D انا افتفق من بتاعي مستمر principle فانا بر اتفق معكم الاول انه ليس في سكوب بتاعي لان انا مفرود لاحدا how to design و لا بوقت المستمر انا ممكن اتفاق انا انا فخص مستمر ولو اجو historiesعر اتفاق انا لم نشوف نحن نجة نشوف معايا يستسنى من هذا الSTANDARD مثلا مفروض ان انا اعمل السبورتات او الهناجر بتاع السيلينج بس انا انا لديت انها هتقل الموديل جدا وشور كتير ومش حاس انها تتسفرق كتير ومش مطلوه مني في المرحلة ديت او مش هلنمشها فاستأذن كده في قلب بمكسشين بلان الجزء ده انا مش اعمالي وفوش اي مشكلة خالص وده بيحصل في كل مشاريع اللي منشغل فيها انه بيتم الاتفاع على بعض العناصر تستسنى من التسفرق شكرا